في مصر بيتزرع مجموعة من أجود المحاصيل ومنها محصول العنب بيتزرع أنواع مختلفة من العنب المصري وبسبب جودته العالية بتستورده دول كتير جداً في أوروبا وأسيا وإحنا النهاردة موجودين في واحدة من مزارع العنب اللي بتصدر محصولها للخارج عشان نعرف آلية الزراعة والرعاية والحصاد وصولاً إلى التصدير في مصر بتتزرع مجموعة من أجود أصناف العنب اللي بتستهدف التصدير تحديداً وعدد مزارع العنب في تزايد مستمر وكمية الصادرات منها لدول العالم في تزايد سنوياً وبتوفر فرص عمل دائمة وموسمية لعدد كبير من الأيد العاملة المرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة الحصاد ودي آخر مرحله بعد منها بيجي اللي هو مرحلة التعبئة للخارج للتصدير علشان نوصل للمرحلة اللي احنا فيها دي طبعاً رعاية طول السنة من أول التقليل من شهر 12 حتى شهر 6 الجمع بعد ما بينتهي الجمع دي بنبدأ مرحلة ما بعد الحصاد ما بعد الحصاد احنا بمعنى ايه؟ ان احنا بنجهز للمحصول القادم طلب بيكون على الأنواع الفليم في العنب الأحمر والإيرلي فليم بالنسبة لللون والحجم ويودة العنجود وطبعاً نسبة السكر والأكتار متساوية العنب عموماً محصول مربح جداً كإنتاجية وكتوفير عملة صعبة للدولة من خلال ان احنا بنشتغل بعمليات فنية تتناسب مع السوق الأوروبي وتتناسب مع السوق المحلي طبعاً بتوفر برضو فرص عمل لناس كتير في الحصاد وفي العمليات اللي بتتم في العنب طبعاً عمليات كتير جداً بعد حصاد العنب بيتم عمل مجموعة من العمليات للتأكد من جودة العناقيد قبل تغلفها ووزنها وتجهزها للتصدير بعد عمليات الحصاد بيتم دخل العنب على تبريد أولي وبعد كده فيه بنات بتنظف العنب لو فيه أي حاجة عباية مفتوحة ولا أي حاجة وبتحط العنب فيه علب بانت وبعد كده بتتعبى فيه كارتونا كارتونا طبعاً بيبقى فيها لاينار بح وفيها ورق كابريت عشان حفز العنب للمسافات البعيدة وبعد كده بتتحمل على المينة طبعاً هنا سكندرية أو شرق التفريعة على حسب الدولة اللي هي رايحالها احنا بنودي يعتبر 80% في العنب في انجلترا والباقي بنودي هولندا بنودي الفرقست بنودي السنغفورة تصدير العنب بيستهدف أسواق متنوعة في مختلف دول العالم وسجلت صادرات العنب في العام الماضي 140 ألف طن بقيمة بلغة 252 مليون دولار وهو اللي بيساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري بأيدي أبنائه محمد الريس الحكاية NBC مصر ترجمة نانسي قنقر